مولود الجوزة حتى لو حيوالية الطوالع الفلكية تعرق لك من برج الحوت الشمس عطاري بزوحل ونبتون إلا أنك عم تمشي بكل سئة مليام بالحيوية والجازبية بتسلط عليك الأنظار وبتشتد قدرتك الخلي أو بتتعمل مع بعض المستجدات والضغوطات المهنية بالسلاسل بداية الوجود الأمر بالعقرب نهار السبت بتكون حظوظة النجاح كتير كبيرة وأقوى بتقدر تقوم بمجهود مصمر أصفار عمليات استثمارية أو شرائية وكمن مثل ما سأتو تعرفوا السؤال لمولود الجوزة بهالأسبوع شو هي الأعمال يلي أنت بتبرع فيها بتلاقيها مناسبة لك أكتر الشأن العام السياسي أو الصحفي طبعا الجواب بالتعليقات لو سمحتو منتبع مع أبراجنا الأسبوعية بتتبدل معطيات لحظة وصول الأمر للقوس يلي ما بينسبك أبدا وجوده الأحد والتنين عنا مربع فلكي مع الشمس من برج خصمك يلي هي الحوت بموقع بيت حديك موقع ضاغط متطلب مليان بالمشاكل والهموم فترة فيها تأمل فيها تعب تختبر قدرتك على السيطرة والانضباط وبيصعب عليك التعامل مع المنافسين ما تعند وما تصر على أمر إذا شعرت أنه الأبواب مسكرة بوجك تجنب الانفعال وردات الفعل الفورية بتتحسن الظروف من جديد مع أنتقى الأمر للجدي بين الثلاثة والخميس ثلاثة أيام جيدين من البيت الثامن بيت المساومات بيت ترتيب الأمور والتحضير المسبق والمسيرة والمجاملة وما في أشتر منك بالمجاملة عزيزة جوزة حاول أنك تتابع الأمور بمسابرة حتى تتواصل وتفاوض وتناقش الأمور الشخصية والمهنية وتتوفق وتوصل لحل حالة مسألة أو معاملة أنونية تصل للألفات دورة الإيجابية الأكتر والناش حاول جيدة دخول الأمر للدل والهواء الصديق نهار الجمعة بقدم لك مجالات كثيرة وبيفتح قدامك أبواب المنافسة والمغامرة تتصالح وبتسامح وبترد الأمور لمجرها الطبيعي رح يلمع نجمك وتحكم على الأمور وعلى فيطرة على أعمالك وبتكون المحرك الرئيسي بكل الأعمال رح يلمص المسؤولين أنك قديشك أنت وجودك مهم بالمؤسسة بقدموا لك ربح وبتاخد هالربح بكل جدارة واحترام عاطفيا من أجمل ما يكون وجود كوكب الزهرة يلي عم مستقر ببرج الدلو بيشكل طالع جيد معك بيزيدك حب وود وحنان مع الشريك مع الأهل وبيخليك منفتح على كلام الغزال مع الشريك بتعبر عن مشاعرك بطلاقة ونجح أما العازب رح يطل على لقاءات مميزة بتعرف حياتك العاطفية والاجتماعية إن عطاف مهم نحو الأفضل ممكن تلتقى الحب عن طريق الصدفة وتتحول الصداءة للصد حب ألف مبروك للجوزة